تتواصل التظاهرات الحاشدة في العديد من المدن الإيرانية على الرغم من تهديدات الحرس الثوري باستخدام القوة لوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع بعدما أشعلها مقتل الشابة مهس أميني على يد الأجهزة الأمنية وشهدت الجامعات الإيرانية حراكا طلابيا وتظاهرات واعتصامات متواصلة رغم القمع والتعتيم الإعلامي حيث تظاهر طلاب في جامعات عدة احتجاجا على استمرار اعتقال زملائهم المشاركين في الاحتجاجات التي رفعت شعارات مطالبة بالحرية وبإسقاط النظام في المقابل بدأت السلطات القضائية في إيران محاكمات خاصة ضد ما تسميها أعمال الشغب وطالت نحو ألف متظاهر في محاولة منها للحد من التظاهرات التي تتوسع كل يوم لتشمل مدنا ومناطق جديدة غير عابئة بإجراءات النظام القمعية وعلى صعيد أعداد ضحايا التظاهرات قالت وكالة هرانا للأنباء المعنية بحقوق الإنسان إن مائتين وثلاثة وثمانين متظاهرا قتلوا في الاحتجاجات حتى مطلع الأسبوع الجاري بينهم أربعة وأربعون قاصرا مضيفة أن أكثر من أربعة عشر ألف شخص اعتقلوا بينهم مائتان وثلاثة وخمسون طالبا إجراءات النظام الإيراني القمعية لم تقتصر على المتظاهرين بل امتدت للصحفيين والإعلاميين حيث أوردت صحيفة سازند الإصلاحية أن أكثر من عشرين صحفيا ما زالوا قيد الاحتجاز في حين وقع أكثر من ثلاثمائة صحفي ومصور صحفي بيانا يدين اعتقال السلطات زملاء لهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية بعد توقيفهم يأتي ذلك في وقت فرضت أطراف غربية عقوبات على طهران على خلفية قمع الاحتجاجات في مقدمتهم الولايات المتحدة التي أعلنت معاقبة مسؤولين إيرانيين بينهم قادة أمنيون للسبب نفسه استمرار التظاهرات التي لم تشهدها إيران من قبل وتصميم المتظاهرين على تحقيق مطالبهم بإسقاط النظام وإنهاء حقبة من أسوأ الحقب التاريخية التي مرت على الشعب الإيراني يبدو أنه بات يلوح في الأفق وفق تقارير غربية ترجمة نانسي قنقر